قال ابن سلمان المجرم ابن سلمان ابو منشار قاتل جمال خاشقجي بالمنشار رهيب والذي يسجن اليوم آلاف آلاف من خيار أهل البلاد علماء دين ودنيا نساء ورجال ليبراليين وإسلاميين ووطنيين وسميهم ما شأت كل من يرفع صوت واحد أحيانا كلمة في تويتر أحيانا تعليق في تويتر أحيانا لايك في الفيسبوك أو في تويتر يؤدي به إلى عذاب نكرة وإلى سجون مدمرة سجون بن سلمان بن سلمان هذا الذي أصبح الذي يتحكم في العالم العربي والإسلامي دعا إلى قمة عربية يوم 11 نوفمبر القادم ستكون مسخرة من المساخر الأخرى لأن الحقيقة الذين سيستمعون في جدة أو في الرياض أكثريتهم يتمنون هزيمة غزة أكثريتهم يتمنون تدمير أي مقاومة فهم أصلا يقومون بتدمير أي مقاومة في أوطانهم في الأوطان التي يحكمونها قهرا وقصرا وعذابا إنما خوفهم من الشعوب إلى حد ما بعض الدول تخاف من الشعوب سيلتقون هناك ستخرج قرارات لا معنى لها والكيان الإسرائيلي سيسمع بها قبل حتى أن يراها بعض الرؤساء العرب وأمريكا ستذهب إليها ما سينشر وما البيان الختامي قبل أن يروا حتى الذين سيجتمعون في جدة وأكثرهم طغاة وبغاة وقسات ومجرمين الذين سيجتمعون في جدة باسم أنهم حكومات الجامعة العربية أما الذين سيجتمعون في يوم بعدهم في جدة أيضا على ما يبدو في ما يسمى بمؤتمر إسلامي فأكثريتهم لا يقلون بشاعة على الأنظمة التي تسمى عربية اللهم إلا على استثناءات قليلة قد تجد الأندونيسي أو الماليزي أو التركي أو الإيراني وربما ثلاثة واربعة هنا وهناك اللي سيقولون كلام لكنه في النهاية كلام لأن حتى التركي كلامه لحد الآن كلام إلى درجة أن اليوم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وكانه فيه تهديد مبطن لتركيا قال أن قواتنا الجوية هي الأقوى في الشرق الأوسط وتستطيع أن تضرب أي إن كان في الشرق الأوسط لست أدري إذا كان هذا تهديد لتركيا التي بدأت قليلا وزير خارجيتها في دان في لقاءه ببلينكين اليوم كان لقاءا باردا جدا كان لقاءا باردا جدا قلت كان لقاءا باردا جدا ومع ذلك فإن الموقف التركي ما زال منقفا ضعيفا صحيح يتحسن قليلا لكنه منقفا ضعيفا الموقف الإيراني أيضا الذي عبر عنه وزير الخارجية اليوم وقال من أن أمريكا أبلغتنا من أنها ستوقف وأنها ستسعى إلى هدى وإلى وقف الحرب إنما تساند الإبادة الجماعية مع ذلك كذبت الخارجية الأمريكية اليوم هذا القول وقالوا أنهم لم يقولوا شيئا للإيرانيين ولم يرسلوا لهم رسائل لا نعرف هنا من يكذب لكن عموما كل هذه الدول ليست كل هذه الدول ليست ولم تقم لحد الآن حتى الذي كانت أصواتهم عالية جدا مثل إيران وما زالت لم يقوموا بشيء تشعر معه الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لهذه الحرب المموّر الرئيسي لهذه الحرب حتى لا أقول المخطط الرئيسي لهذه الحرب لأنها أرسلت جنرالات هناك وأرسلت قيادات ومستشارين حتى تشعر من أن الموضوع قد يصبح خطيرا وخطيرا جدا حتى تشعر من الموضوع قد يصبح خطيرا وخطيرا جدا